تتوصل فعاليات معرض أهل المدارس بكافة المحافظات لعرض جميع المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار تنافسية تصل إلى نحو 40% خصم عن مسيلاتها في الأسواق وفي منطقة فيصل يستمر معرض أهل المدارس حتى الخامس عشر من أكتوبر المقبل المزيد يطلعن عليه مرسل التليفزيون المصري باسم أبو العنين نعم نحن والآن متوجدون في منطقة الهرم وتحديدا من شرع الملك فيصل بجوار معرض أهل المدارس هذا المعرض الذي يأتي تحت مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لتخفيف عن كاهل المواطنين بمناسبة قرب حلول دخول موسم المدارس والذي من المتوقع أن يبدأ مطلع شهر أكتوبر هذا المعرض الذي كنا فيه الآن يتناول أو يكتمع تحت سقف هذا المعرض العديد من المنتجات اللازمة لكل بيت مصري لا يقتصر فقط على المنتجات الدراسية وإن كانت تشكل الحائز الأكبر من المعروضات في المعرض كسبلايز المدارس المختلفة الملابس المختلفة ملابس اليونيفورم لمدارس مختلفة الملابس الصيفية والشتوية للمدارس الكراريس الأقلام أدوات الهندسية الألوان إلى آخره من المستلزمات التي يحتاجها كل طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية الدراسية ابتداء إعداد ثانوي الجميع يجد ما يحتاجه هنا بأسعار منافسة أسعار يعني حسب البعض تقترب نسب الخصومات هنا إلى 40 و45% من مثيلاتها في الخارج أيضا لدينا هنا في معرض أهل المدارس توجد منتجات غذائية مختلفة وتوجد منتجات البقالة وتوجد منتجات السكر والزيت والعسل وغيرها المكارونة كل ما يحتاجه البيت هو معرض أهل المدارس ولكنه معرض متكامل كل ما يحتاجه البيت المصري بخصومات كبيرة تصل إلى أكثر من 40% في هذا المعرض طبعا لدينا زخم كبير وإقبال كبير من المواطنين من كل المنطقة المحيطة والبعض أشاد وقال بأنه يتابع وينتظر بفرغ الصبر هذا المعرض كل عام ليشتري الأشياء التي يحتاجها منزله ولا يوجد سقف لكمية الأشياء التي يشتريها المواطن من يريد شيء يشتريه بالكمية التي يحتاجها وبالأسعار المخفضة أهلا مدارس المبادرة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إليكم الميكروفون